طيب ندردش شوية بقى عن مباراة السنغال والإيكوادور السنغال كذبت النهار زي ما قلت لكم إسماعيل أصار سجل هدف الأول في ديئة 44 من ركلة جزاء وتعادل كاسيدو لمنتخب الإيكوادور في ديئة 67 سريعا في ديئة 70 سجل كاليدو كوليبالي المدافع الصلب العملاق الهدف الثاني وهدف الفوز للمنتخب السنغال يلا بقى نتكلم وناخد إيه أنا جاى فاطفض معاكم النهاردة جاى فاطفض شوية السنغال وصلت لدور الستاشر عن هذه البطولة وصلت كاسل عالم نفسه فازل بكاسل الأفريقية مش بالصطفة عشان هي فعليا أقوى منتخب أفريقي طيب هي أقوى منتخب أفريقي ليه ليه عشان عنده قائمة من اللاعبين كلهم كلهم محترفين في أوروبا 26 لاعب كلهم في أوروبا 26 لاعب معظمهم في أندية الصف الأول في أوروبا 26 لاعب معظمهم في أندية بتلعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا طيب بتقول لنا كده ليه بتعرفنا عن المنتخب السنغالي؟ لا مش بعرفك أنا بس همشي معك خطوة خطوة 26 لاعب 26 لاعب اللي كانوا موجودين النهاردة في قائمة السنغال في أربع أو خمس أضعفهم أربع أو خمس أضعفهم موجودين في أندية في أوروبا أربع أو خمس أضعفهم موجودين في أندية في أوروبا وأكتر شويتين ثلاثة كمان أنا بس بقول الرقم دوت عشان إيه؟ الأندية المعقولة في أوروبا يعني أربع أو خمس أضعف في أندية معقولة وفي أندية بقى تانية صغيرة في لعبة تانية السنغاليين طيب أنا مدرب السنغال أنا اليو سي سي أقول لي حضاك هتستلم المنتخب السنغالي وعندي قائمة فيها على الأقل 300 لاعب موجودين في أوروبا أنا هتعب في حاجة أنا هيبع عندي معوقات مثلا في اختيار لعبين مميزين أنا مثلا لما ساد يومانية نجمل فريق عندي أو نجمل منتخب يغيب هتأثر أنا مثلا لما هلعب كاسل أوروبا الأفريقية مش مفهود أكسبها بسهولة أنا لما هلعب تصفيات كاسل أوروبا مش مفهود أوصل المنديال بسهولة أنا لما هلعب المنديال مش مفهود أوصل لدور الستة عشر وليه لأ دور التمانية كمان ليه؟ عشان هي دي الكورة دلوقتي بصراحة شديدة فكرة بقى إن إحنا نقول إن إحنا نلعب بلعيبة محليين واصلحنا كسبنا 2006 و2008 و2010 بلعيبة محليين دي والله خلست ده كان جيل استثناء أصلا من حيث المواهب ده واحد اتنين اتنين إحنا من 2010 لحد 2022 بعد 12 سنة في تطور هائل في الكورة تطور هائل في الكورة في العالم مش عندنا في العالم وبناء عليه إحنا وقفنا عند 2010 يعني في 2010 لو كنا قريبين سنة من حيث المواهب من اللي بيحصل في أوروبا وفي العالم وفي أفريقيا دلوقتي إحنا بعيد وبالتالي عشان نقرب لازم نقرب لهم نقرب لهم إزاي نروح لهم نروح لهم إزاي يعني يبقى عندنا لعيبة محترفين كتير قوي في أوروبا فكرة بقى أنك تقول لي إيه لا لا بس يلعب جنبي هنا أحسن وإحنا الدوري عندنا قوي دوري محترم ودوري كبير ودوري مش عارف إيه في المنطقة كل اللي انت عايش تقوله دوت على عيني وعلى راسي بس المستوى بتاع الدوري المحلي عندنا أو مستوى الاحتكاكات عندنا مش الدوري نفسه كمسابقة ولكن الاحتكاكات عندنا مزي الاحتكاكات اللي بتحتاج بيها اللعيبة اللي محترفين في أوروبا وفي أندية كبيرة أنا بقولي الكلام ده قلتوا لما خرجنا من السنغال وبالمناسبة يعني لما خرجنا من السنغال في تصريحات كاس العالم ولما خسرنا منهم في كاس العالم الأفريقية احنا وصلنا لضربات الترجيح وده مش منطقي وطبيعي لو على فرق القدرات والإمكانيات الفردية والاحتكاكات في دوريات أوروبية كبيرة المفروض السنغال تقسامنا مرتاح في كاس الأمم وفي تصريحات كاس العالم يعني ايه؟ يعني احنا درسنا بنزين على الآخر قوي عشان بس نوصل معاهم لضربات الترجيح في الآخر بس فيها جماعة فرق إمكانيات نتصالح مع نفسنا ونفهم احنا وقفين فين لن ينصلح الحال اللي عندنا عدد كبير من اللاعبين محترفين في أوروبا ممكن تحصل حالة استثنائية زي اللي حصلت في 2006-2008-2010 أربع سنين أربع سنين ركز معي أربع سنين كان فيها جلي استثنائي وظروف استثنائية ده ما حصلش في تاريخ منتخم مصر ما حصلش لو كان حصل قبل كده كنت هقولك دي قعدة وهي بتتكرر لكن اللي حصل في 2006-2010 ده استثناء ما ديفضلش تقول لس اللعيبة المحلية اللي كسبتنا خلست وديك دليل اللعيبة المهرية زيدان وبركات وطريقة وقابلهم عبدالسطار صبري وحزم إمام وليس صلاح الدين النوعية دي من اللعيبة في العالم خلست يعني لو عندك دلوقتي حزم إمام وعبدالسطار صبري وبتعتمد بس على مهاراتهم والحرفانة بتاعتهم وإنهم بيدس روح حلو ويرقصوا ترئيسة حلوة ما ما بقاش أصلا موجود في أي منتخب في العالم بقاش فيه اللعيب الحديث اللي بيلعب على الواقف ويرقصوا الكلام ده كله الكرة بقيت إيه كوة بدنية سرعة أمور تكتكية اللعيبة لازم تفهمها كرات سابتة بتتعامل بشكل كويس كوة في الالتحامات ضغط عالي بتعامل إزاي محدش في العالم اللي تبيتكلم على الحرفانة فإحنا زمان كنا بنكسب الفرقة الأفريقية بالحرفانة ونقول أصل اللاعب بتاعنا حريف وأسكى من اللاعب الأفريق صح زمان دلوقتي لأ حرفانة من الآخر كده ما بتأكلش عايش فما تكلمنيش عن مواهب كلمني عن قوة بدنية كلمني عن سرعة كلمني عن تدريبات جيدة احتجاجات بمنافسين أقوية منافسات قوية كلمني عن الكلام ده هل ده عندنا موجود دلوقتي لا مش موجود وبالتالي أنا بقولي الكلام ده ليه بسبق به هل أنا بقل بالمواجهة يعني لا بس هي الحكاية يا جماعة مش حكاية بيتوريا ولا قلوس كيروش ولا حسام البدري ولا أهاب جلال ولا مش عارق هنجيب ألف مدرب يا جماعة لما تيجي تلعب على المستوى ده على الليفل ده هتكتشف إنه لا احنا بعيد بنقولي الكلام ده ليه بما أننا عندنا مشروع 4 سنين لحد 2026 محتاجين نطلع بقى لعيبا صغيرة وبالمناسبة لعيبا الصغيرة